الحقيقة مصر بتكتب التاريخ في أولمبياد باريس 2024 كلنا امبارح كنا فخورين جدا ورفعين رأسنا للسماء بما حققوا منتخب مصر سواء في كرة القدم أو كرة اليد مصر تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عنوين الصحف وكمان المواقع الإلكترونية في الساحات المختلفة بعد الفوز التاريخي لمنتخب مصر أولمبي على باريجوي في ربع نهاي أولمبياد باريس والأول مرة من 60 سنة بتتأهل لنصف النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي كمان منتخب اليد فاز على النرويج وصيف بطولة بطل العالم بعد مباراة أكثر من رائعة وأداء بطولي جدا وتأهل إلى ربع نهاي أولمبياد باريس تاريخ جديد بالفعل للفرعنة في الأولمبياد ستره أبناء المنتخب الأولمبي اللي أصبح واحد من أهم الفرق في أولمبياد باريس واللي عمله المنتخب الأولمبي في باريس الحقيقة بيستحق من الجمهور المصري كل الدعم وقعد يتكلم لفترات طويلة جدا عن الفريق ونجح بالفعل في الفوز على الكبار في أولمبياد باريس بعد الفوز على إسبانيا الفوز على باريجوي الحقيقة اللي احنا شفناه مبارح أو المشهد ده ما كانش وليد الصدفة لا يعني اللي حصل مبارح من هذا الأداء كان أساسه تخطيط علمي وجهد بوذل على مستوى الفريق الفني على مستوى كل اللعيبة كان فيه تخطيط وكان فيه كمان قوة وحماسة وأداء حقيقي بطولي واستبسال طوال المباراة كل التحية لأبطال المنتخب الأولمبي على رأسهم طبعا النيني وزيزو وابراهيم عادل اللي كان طبعا نجب المباراة مبارح حقيقة كلهم كانوا نجوم اللي بيدربوا في كل مباراة مثال كبير جدا إزاي يكون اللاعب على قد التاريخ اللعبة في مصر على قد الرياضة دي وعلى قد اسم مصري كمان لكل واحد كان بيلعب مبارح بروح قوية جدا يهبى وكل الجمهور المصري والعربي كمان مش بس الجمهور المصري اشتركوا في القناة